في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومية للمدفوعات برئاسة رئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التحول لاقتصاد الرقمي اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية بما يتيح إجراءات معاملات الدفع اللاتلموسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة ويأتي إصدار القواعد الجديدة استمراراً لجهود البنك المركزية الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الدكية واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الألكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة